اشتركوا في القناة احنا حين في الحصة العاشرة وكنا توقفنا عند خصائص الريادة والآن نغطي موضوع خصائص الريادي فالريادي لمميزات وخصائص وهي تأتي حتى قبل المختبرات الالهام يعني ممكن هو يكون عنده هذه الجاهزية بشكل عام يكون عنده سمات يدير مشروع ناجح يكون عنده سلوكيات إدارية منظمة يكون عنده أو رغبة في أنه يصنع تنظيم عنده قدرة على التحمل المخاطر المدروسة عنده روح المبادرة عنده الانتباه للفرص واقتناصها عنده الأسرار ومثابرة حتى لو على مستوى بسيط لأنه طبعا الملهم يكون أكثر منه عادة لأنه الملهم عنده هدف كبير هدف تغيير المجتمع والعالم يبحث عن المعلومات اللازمة للعمل يهتم بالجودة والتميز في موضوع الانتاج ومراحل الانتاج يلتزم بالعمل والمتابعة الفوعلية أيضا التخطيط المنظم قدر استطاع حل المشكلات وهذه صفة مهمة جدا استمرارية المشاريع الريادية الثقة بالنفس والحزم وأيضا الاقناع واستخدام أساليب الاستراتيجيات التأثير خاصة مع المتبرعين وأيضا الاهتمام بتوفير بيئة عمل ملائمة فالريادي بعد مختبرات الإلهام هو يصبح أكثر مستكشف بجانب هذه الصفات يصبح إنسان مستكشف للفرص بروح متجددة روح من الإصرار ويعمل على صناعة الفارق في الحقيقة من خلال نموذج العمل المال يطور في نموذج العمل المال بحيث يؤثر على المجتمع ويقيس دائما العائد من الجهود المستثمرة لا يقيس الـ ROI الـ Retain on Investment العائد على الاستثمار ولكن يقيس العائد من الجهود المستثمرة Retain on Capital Employed وهو الهدف ماله لذلك هناك طرق في الحقيقة في تجديد المؤسسات الريادية والمجتمعات الريادية بشكل عام اللي تصنع أثر وتنافسية عالية أول شيء هي تتميز بالتركيز على صناعة الرواد الأعمال المحتملين في المستقبل فتقوم بالتركيز على مجموعة من الشباب تعدهم حق المستقبل تتميز بالتجدد والتغيير وهي عملية مفتاحية لصناعة مشاريع جديدة وبالتالي من خلال المختبرات تعرف التحديات القادمة وطبيعة التحديات وتتعلم كيف تتجاوزها وتتعلم كيف تستثمر فيها بالعقيقة وتستثمرها لصالحها أيضاً واحدة من الصفات أن التجدد أن يطلب تراقب مراقبة أثر المشاريع المنجزة وأن كيف نرفع القدرة مقابل الطلب وليس العرض مقابل الطلب وهذا هو ما يتميز فيه مشروع دول الاقتصاد للهام أو الاقتصاد للهام بشكل عام كمنظومة وكمفهوم وأيضاً صناعة الرواد المبدعين والملهمين الذين يستكشفون الفرص ويدرون المخاطر وذلك بمفهوم القيادة بالقدوة طبعاً واحدة من الأساسيات أن كيف يتم اختيار المشاريع لهذه المختبرات المختبرات الريادية ومختبرات الابتكار الاجتماعي وغيرها وهو من خلال منهج علم لأصلنا في منهج علمي يركز على الاستبانات والتجربة الميدانية البسيطة التي تحدد فكرة المشروع بعد التجربة وبعد الاستبانات وبعد المؤشرات أخذ المؤشرات دراستها وتقييم حالة السوق وهني يصبح عندنا التركيز على مهارات رائد العمل والاستفادة من علم النفس في كيفية اعداد الخطط وإدارة المشاريع وكيفية تنفيذ المشروع طبعاً وصناعة الابتكار وروح الريادة فيه وأيضاً الإهام لذلك نقول أن الحاجة لاستكشاف استراتيجيات الأبداع هي تأتي نحن نحاول دائماً في كل مشروع ريادي لازم يكون هلثي وبروفيتابول يعني يكون هو معهل ويكون عنده تواصل قوي يصنع النزع الريادية وبروفيتابول هو ذات عائد يأتي بمبادرات ابتكار تصنع في الحقيقة العائد المادية أو العائد الغيرمادي التي ترتقي بالأصول وأيضاً هو يسهم في تجديد الخدمات ويجذب المستثمرين ويجذب الشركاء لهذا المشروع وطبعاً هو لازم يكون متوازن ومرن بحيث أنه يعني يكون نموذج العمل ماله يتلقى الصدمات الاقتصادية والاجتماعية الضربات التي تأتي بسبب تقلبات في سوق العمل وغيرها من التحديات أو الكوارث أو غيرها أو مثل جواح مثل جائحات كورونا وغيرها إذن نحاول أنه دائماً في نماذج الأعمال نضع استراتيجيات مرنة هي تقوم على هذه الروح الروح المراثانية التواصل القوي المبادرة والرفع العائد لقدرة على التحويل السريع في المراثانية من خلال الشركاء لقدرة على أن يكون في التزان ومرونة في حال الصدمات وهذا ما يصنع مراثانية الأثر المطلوب نقول دائماً في علاقة بين الابتكار والابتكار والابداع والرياضة فالابتكار هو تفكير بشيء جديد كما ذكرنا سابقاً يعني استكشاف القدرات أما الابداع فأنت قاعد تطبق لأفكار جديدة وتحاول تستكشف قدرات جديدة أما روح الرياضة فأنت تصنع القيمة المضافة من هذه الأفكار أو المبتكرة أو الأفكار المبدعة والقيمة المضافة هي المادة هنا تأتي دور المادة الأصول المادية أو الأصول الأخرى التي يستفيد من مثل تعزيز الأصول الطبيعية الأصول المجتمعية الأصول المعرفية وبالتالي بروح المبادعة والمبادعة يعني المبادرة أن يكون بناء على نتائج وبناء على أرقام أو المبادعة بروح أن أنت تجرب ثم تتعلم وهني يأتي الإدراك فكلما كان عندنا فكرة مبتكرة تم تطبيقها وصلت إلى الرياضة معناتها الإدراك بدأنا نضع المفاهيم موضع التطبيق وبالتالي نستطيع أن نصل إلى العمل المطلوب وهو ما يتماشى مع طبعا طبوحات الشباب يعني معظم الشباب اليوم هما يحتاجون إلى أن يكونون هما مبادرين وخاصة مع الحركة المعلوماتية اليوم التي توفر في الحقيقة نسبة كبيرة من المعلومات تسهم في صناعة هذه الأفكار المبتكرة التي ممكن تطبيقها وضعنا مقاييس في الحقيقة بناء على دراسات كثيرة من 2012 حتى اليوم واحدة من المقاييس المهمة التي في هذه المقرر هو الرياضة المجتمعية كيف أن هناك أدوات في المجتمع المستهدف تدعم الروح الرياضة كيف أن المجتمع المستهدف يدعم التخطيط لمشاريع رياضة العمال كيف يساهم المجتمع بشكل مباشر غير مباشر في دعم المشاريع الشبابية المبتدئة كيف يقيم المجتمع المخاطر التي تأتي من جراء دعم الروح الرياضة كيف يقوم المجتمع بشكل دوري بتحديد أنواع الموارد الخارجية المناسبة للرياضة وكيف يقوم المجتمع بحماية الحق الملكية والفكرية للروادة وكيف يقوم المجتمع بصناعة تنافس الشفاف بين الروادة أيضاً واحدة من المقاييس المهمة الإبداع المجتمع وهنا نتكلم على أن كيف المجتمع المستهدف يكون لديه شبكة تواصل اجتماعية تساند للقدرات الإبداعية والابتكارية كيف المجتمع لديه برامج متكاملة للحوافز بناء على قيام الإبداع كيف أن في نتائج المجتمع المركزة يفترض أن تكون بناء على المستفيدين والفهم للمتطلبات المتغيرة كيف أن المستفيدين كانوا هما اللي شاركوا في بناء هذه النتائج وكيف أنهم بدوا يفهمون المتطلبات والتغيرات التي تحدث في المجتمع كيف المجتمع قام ببناء آليات تدعم الإبداعات المتحققة من الغيادات وفرق العمل وكيف المجتمع يجمع المعرفة مع النتائج لتبني منتجات وخدمات جديدة هناك أخواني وخواتي اليوم تحولات عالمية تزيد من احتمالات مطلبات الروح الريادية التي يعني يصنع في الحقيقة اقتصاد للهام فيها تقدم في المجتمعات بشكل عام أول شيء هو الصعوبة توقع المستقبل المستقبل بداية التغيير بطريقة سريعة في عالية مدخلات كثيرة في تقلبات سياسية وتحولات كبيرة في المستقبل صعوبة أن ترى بشكل واضح خاصة في عدم استغرار سياسي اجتماعي اقتصادي بيئي بشكل مترابط أيضا وخاصة بعد جائحة كورونا المستوى الوعي أيضا العالي عند الناس أيضا هذه جعلنا مرة ثانية التنبؤ بالمستقبل أو الاستشراف في المستقبل أصحب يعني أصبح بالرغم من تطورات علم الاستشراف اللي أنا أصبح أيضا صعب الفوضى التقنية اليوم الفوضى التقنية اللي قعدت تأتي في كل مكان فضائية تقنية كمبيوترية تقنية ألعاب تقنيات كلها تقنيات البرتشوال رياليتي وغير فوضى كبيرة قاعدت تصير فهذه الفوضى المتضاربة المتضادة في بعض الأحيان الغير مستخدم استخدام أخلاقي بطريقة صحيحة يقعز تزيد من سرعة التحولات أيضا زيادة فترات عدم الاستقرار وهذه أيضا مرة ثانية أدي إلى تنكمش الروح الريادية أو تؤثرها الروح الريادي ولكن مع ذلك أنا أقول دائما الرواد هم الناس الملهمية خاصة منهم يفترض أنهم يساهمون في تحسين التنافسية والإنتاج بغض النظر عن ظروف يساهمون في التطور وليس النمو يساهمون في التنوع في القوى الاقتصادية أيضا الروح الريادية تسهم في الاستثمار السليم في مجالات الرعاية الاجتماعية تسهم في تعزيز شبكة الأمن الاجتماعي وتسهم في التطور الاقتصادي البعيد المدى هناك التزامات جديدة للمؤسسات التي تبني اقتصاد يقوم على الريادة والإلهام وهذه نحن نتكلم على إذا أردنا أن نصع مؤسسات ومجتمعات مبدعة ومتجددة معناته هي لازم نشكل شبكة كبيرة تترابط مع بعضها البعض تدعم بعضها البعض في مفهوم الريادة والإبتكار وتصنع قصص نجاح تولد فطنة وبصيرة تعزز الهوية المجتمعية والمؤسسية وتعزز أيضا التطور الذاتي والتواصل القوي بين المعنيين وتصنع العقول الملهمة والمهارات التي تصنع التنافس العالم لذلك نقول أن الإلهام المحرك للاقتصاد والصانع لأثر مجتمعي يحتاج إلى أربعة أشياء رئيسية الشيء الأول هو أن يكون عندنا في روح الريادية وهذه مهم جدا لأن الروح الريادية هي التي قد تحرك لنا القدرات الإبداعية وهذا الشيء الثالث هو التصور بناء على الروح الريادية والقدرات الإبداعية التي تصنع التجربة يصر عندنا التصور السليم أو محاولات التصور وهذا التصور هو الذي يساهم في الاستغلال الأمثل للطاقات الإنسانية والأصول المختلفة فبالتالي يصر عندنا سلسلة عمليات متلاحقة تصنع الأثر للمجتمع المستهدف أول شيء أن في روح إنسانية متحركة على حب التعلم تحب الاستكشاف نبد الخوف حدم التردد في صناعة القرار هذا يصنع اقتصاد يتميز بسرعة عالية جدا في تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة يصنع اقتصاد يقوم على صناعة الحاجة وأسواق جديدة لم تكتشف بعد يصنع اقتصاد يقوم على التداخل بين المكونات التي تصنع الإبداع والمعرفة والريادة والتكامل بشكل أو بآخر وهي طبعا يؤدي إلى أن نحن عندنا متطلبات في الحقيقة تعيد بناء نماذج الأعمال بشكل عام في المجتمعات تقوم على التواضع والتحديد والتركيز التواضع والتحديد والتركيز وهذا التواضع والتحديد والتركيز هو الذي يؤدي إلى أن نعرف الاحتياجات الأساسية لروح الريادة المطلوبة فنحن نسميها البولثينكي مناتها عندنا انتقائية حين عقوما نسوي التواضع والتحديد والتركيز نعرف أين نضع ونوظف روح الريادة هنا لكي تعطي العائد الأكبر ثم مدخلات لنموذج الأعمال الجديدة فبالتالي يصير عندنا من التواضع والتحديد والتركيز نطلع بمتطلبات رفع القدرة المجتمع على صناعة روح الريادة في وضعها الحالي بحيث أن ماذا نريد أن نتميز به ثم توفر المعرفة بتفاصيل العمل التي تساهم في بناء الأهلية للريادة للدخول في سباق الريادة المؤسسية أو المجتمعية وهي القدرة على تطبيق ماذا نريد أن نحقق طبعا هذا يسهم في تعزيز سمات وصفات وأنماط الريادة وتحفيزها التوجه لصناعة قرارات تساهم في بناء مجتمعات جديدة ويسهم أيضا في مؤسسات متجددة وملهمة تسهم في بناء روح الريادة المجتمعية ذات عمليات جديدة ومتجددة تعطي قيمة مضافة أفضل وبالتالي هذا يخرجنا إلى المخرجات المستهدفة في النهاية أن يكون عندنا برامج تركز على تغيير العادات والسلوكيات والتحفيز نحو روح الريادة وتحدد ماذا نريد أن نتميز به وأيضا في توجيه لفرص الريادة في الأعمال والريادة الاجتماعية تصدر من المجتمع وتعود بالفائدة على الوطن والجميع في مجال مشاريع والتخطيط والأعمال الفنية وغيرها من المشاريع إذن النموذج اللي نعمل به في الحقيقة في مختبرات للهام ونستخدم فيه روح الريادة وروح الابتكار هو نموذج في الحقيقة يقلل من ردات الفعل أنه والله يصر عندي قلق بسبب أنه عندي تغييرات تحديات وأزمات ويصر عندي نوع من الروتين القاتل وأنه أفكر في ما يحدث لي من مشاكل وتحديات إلى تفكير تسويف أنك فيه معاملية مؤامرة فيه كذا فيه أدخل في التنفسية الشكلية بس أعمل الأشياء بطريقة صحيحة لا أعمل أشياء الصح الشي الصح لكن أعمل أشياء بطريقة صحيحة ولا أركز عنها الآن في الطريقة الصحيحة أم لا أم فلكن وهي ثقافة اللوم هذا ما يبني ثقافة اللوم إذا نحن نتكلم على مختبرات هي تقوم على لا أنه تنقلنا نقلة نوعية نرد الفعل ما لنا يبني على الحاجة والشغف والفعل يبني على أنه فعلاً في حاجة للتغيير الحاجة للتغيير عندي شغف في ذلك هذا الشغف يتحول إلى رغبة ويتحول إلى إرادة هذه الإرادة تصنع الفعل السليم وتصنع الحالة والطاقة الإيجابية القيمة والتي تصنع القيمة المضافة وتصنع المعنى للحياة وبالتالي يصنع لي التفكير ما يحدث مني وليس ما يحدث لي وتصنع لي أيضاً الثقة بالنفس بشكل عام وهو ما يصنع لي في النهاية القدرة العالية على التركيز بشكل كبير وهو اقتصاد يقوم على الندرة واقتصاد يقوم على الإلهام اقتصاد في الحق العفو يلغي عملية الندرة ويقوم على مسألة صناعة الإلهام في المجتمعات بشكل سليم ويصنع مجتمعات معتمدة على ذاتها لديها تفكير الصورة الكبرى تعمل ليس لليل يوم ولا بكرة تعمل لهدف كبير تريد أن تصنع من خلال الأثر وبالتالي تصنع المميزات تفكير الملهم الريادي الذي يقوم على الإيمان بشيء يريد أن يحققه في الحياة ماذا يريد أن يحقق ثم معرفة لماذا يريد أن يحقق وهو الدماغ الداخلي بحيث أنه الدماغ الذي يؤدي إلى صناعة القرار ثم معرفة كيف يريد أن يحققه الدماغ الأوسط وهي الأحاسيس والثقة والولاء وهو ما يصنع الأثر المطلوب ليش نعمل على منتجات محددة؟ ليش ما نعمل على منتجات مشابهة؟ كل هذا كمثل يعني يختار الملهم لأنه في عملية الريادة ليس فقط هو المشروع وليس الهدف هو الربح المادي ولكن الهدف في اقتصاد للإنهام أن الريادة روح نستطيع أن نستخدمها مثل روح الشباب وطاقة الشباب وعملة الشباب نستطيع أن نستخدمها في الوقت المناسب لكي نصنع الأثر في مجتمعاتنا أتوقف معكم هنا إخواني وخواتي ونكمل معكم إن شاء الله في الجلسة القادمة شكرا لكم شكرا لكم